أكثر من 36 سجيناً قتلوا في سجن أبو زعبل في مصر روايات مقتل السجناء تباينت بين الحكومة والتحالف الوطني لدعم الشرعية ففيما أعلنت السلطات المصرية أنهم قتلوا اختناقاً أكد حقوقيون أن جثث الضحايا بدت عليه آثار حرق وتعذيب رحلوا أبو زعبل إنبار وما ترحل أبو زعبل ما نعرفش بها اللي حصل حصل الضرف بتاع إنبار أحد دوت وقالوا فيه 36 واحد ميتين نحن كنا رحلوا في سجنة وزعبل النهار وإحنا رحلوا فيه ناس مات جينا على المشرح هنا لأمام ضمن الناس المولعين فيه أهالي السجناء الضحايا تجمعوا في أحد مشارح القاهرة بهدف الحصول على معلومات إضافية حول مقتل ذويهم مصر التي تعيش حالياً حالة توتر أمني غير مسبوق تشهد شوارعها حضوراً مكثفاً لقوات الجيش والشرطة لسيما بعد دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية المواطنين إلى مواصلة التظاهر للمطالبة برحيل انقلابيين ترجمة نانسي قنقر